ثلتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان هيان رئيس الدولة حفظه الله في إطار زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وبحث معهم آفاق تطوير العلاقات الإماراتية الأمريكية على مختلف المستويات إلى جانب عدد من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك وأكد سمو خلال لقاءاته أن زيارته تأتي في إطار الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون والعمل الثنائي للارتقاء بهذه العلاقات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتناول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان هيان خلال لقاءاته رؤية البلدين المشتركة التي ترتكز على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع مؤكدا سموه في هذا السياق دعم دولة الإمارات للمبادرات والجهود الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة